اعشق البرونز حتى اني اتخيل نفسي مصنوعا منها هكذا يبدأ النحات العراقي انس الالوسي حديثه مبررا صناعة اعماله النحتية من خامة البرونز واقامة احد اهم مسابك البرونز في العالم العربي منذ اكثر من عشر سنوات فهنا في القاهرة يعيد انس جزءا من مجد عائلة الالوسي انا من عائلة فنية اساسا فبحاول اقلد ما يشتغلوه اضافة لازم احط بصمتي لانه انسان ما اعرف تكويني انه شخصيتي مستقلة بعيد عن كل الضغوط فبديت اشتغل العب وفي نفس الوقت ابحث عن سعادة بهذا التكوين اضافة لانه ابتديت اجرب عمال ثاني الرسوم الخطوط اي شي يصادفني المامي بقية الشغلات الثاني دافع انه النحت هو الفن الاكثر رهبة والاكثر صعوبة ويسوي تحدي عدل انسان مسبك الالوسي الذي يتكون من متحف صغير ومعمل انسي الخاص لا يضم اعماله النحتية فقط وانما يضم ايضا اعمال اصدقائه ممن يشاركونه بالمسبك كالفنان محمد الفيومي واعمال عدد من الفنانين المصريين ممن يرسلون اعمالهم للمسبك كادم حنين المسبك عادة احنا نعتبر اي فنان اي نحات يعتبر الرأى اللي يتنفس منها لان هي اللي تسهل وضع العمل من مادة تالفة الى مادة دائمة فدائما الناحات يبحث عن دايموما بالعمل فالمسبك كل ببساطة مختصرة انه اي فنان يجيب مثلا مادة جبس تمثال من الجبس يتحول الى تمثال من البرونز المسبك ما يحتاج اكثر من انه معدات بسيطة اضافة الى خبرة هي الخبرة لتحدد نوع العمل الحرب في العراق اخذت انس في جولة من بغداد الى الامارات والشام صانعا اجملت تحف الفنية للعائلات المالكة على غرار عمه الفنان ناطق الالوسي حتى استقرت به في مصر مع عائلته التي لا يعرف معظم ابنائها حرفة سوى اعمال المسبك والنحت انا اشتغلنا كجروب الوسياني وخاناطق اشتغلنا في مزرعة الوثبة ومزرعة العجبان اشتغلنا تمثال فرس لحصان للشيخ منصور واشتغلنا تمثال حصان للشيخ سلطان خيولهم الخاصة في ابو ظبي وهي الشخصي للامير زيد بن رعد بمصر حقيقة ما تكلفت بتنفيذ اعمال بقدمت صار تكليف اكثر لموضوع السباكة بهجة وامال واحزان افكار ومواضيع كثيرة بجانب حنين انس الى العراق تشغل عقله ويديه جسدها في هذا البورتريع عروس معرضه الجديد قطعة عمل عليها انس تمثل مقدمة رأسه ومن ثم تأخذك في خلفها الى موراء عقله الذي يحمل اعمال النحتية باتت تشغله سرياسين الغد العربي القاهرة